هذا الطوفان خلصنا من عقدة الجيش الذي لا يقهر وأنا أقول لليهود الموجودين في إسرائيل أو ما يسمى إسرائيل صحيح لحد الآن استطعتم أن توهبوا هذه الأمة بأنكم جيش لا يقهر وكنتم تستمتعون فوق تلك الأرض وتظنون أنكم ستخلدون فيها لكن منذ 2006 ولنكن صرحا منذ أخرجهم حزب الله بالقوة من جنوب لبنان لعل بعض الإخوة قلت لهم لا يمكن أن يبقى اليهود مطمئنين وقد رأى باقي الفلسطينيون بأنهم كالآخرين يهزمون ويخرجون ويتركون أحديتهم وأما اليوم وقد هزمتكم حماس هذه الهزيمة النكراء فتأكدوا أن الجوار كلهم والأمة العربية كلها والأمة الإسلامية كلها مقتنعة بأنكم كالآخرين تهزمون إذا استعد لذلك وإذا تسلح المستعدون بالإيمان وأنه سيأتي يوم يخرجونكم فيه من تلك الأرض ولكن أريد أن أقول لكم شيئا أكثر من هذا هو أن ما تفعلون اليوم ما تفعلونه اليوم من قتل ومن تدمير ومن لا تسعفون الكلمات فأنتم تعرفون ما يقع أكثر مني وهذا صحيح لأنني لم أعد قادرا على تتبع الأخبار على شاشة التلفزيون أريد أن أقول لهؤلاء اليهود إنكم اليوم أتبتتم أنكم لستم أهلا لقيادة البشرية لأن الذي يقود البشرية يراعي اختلافاتها ويراعي تنوعها ويعدل بينها ولا يسرف حتى إن غلب في القتل وأذكركم أن نبينا صلى الله عليه وسلم نهانا نهانا إذا حاربنا أن نقتل شيخا أو نقتل امرأة أو نقتل طفلا أو نقطع شجرة أو نقتل حيوانا إلا إذا كان سنستفيد منه في الأكل أو في غيره بهذه الأخلاق انتشرنا في الأرض على مدى أربعة عشر قرن ولأنكم تفتقدون لهذه الأخلاق ولأنكم عنصريون ولأنكم لا تؤمنون إلا باليهودي الذي أمه يهوديا ففي النهاية سوف تغلبون وسوف تخرجون وسوف ترجعون ليحكمكم غيركم كما كانت دايدنكم منذ ألفين سنة ولقد كنتم يشهدوا الله بخير نسبيا حتى وإن كنتم تعانون ولكن يعني كان أمركم مستقرا بصفة عامة خصف هذه المراحل فذهبتم تقيمون دولة على أنقاض شعب آخر وأرض لا تملكونها وتتصرفون بهذه الطريقة ها أنتم اليوم تجرزرون في المحاكم الدولية لأن هناك دولة إفريقية تشجعت وتحملت هذه المسؤولية لما لم يقدر إخواننا العرب ولا المسلمون على تحملها ويدروا الجنوب إفريقيا ولا بد رغم الخلاف أن نهنئها على ذلك ها أنتم تجرزرون ولا تجدون حجة لأنبو نتقديني لستم أهلا لكي تحكموا شعوبا أخرى وفي النهاية أقول لكم ربما لستم أهل نحتى لتحكموا أنفسكم فلهذا فأنا أقول لكم أنا الذي كنت أؤمل في أن الصلح بينكم وبين الفلسطينيين ممكن في إطار دولتين أو أحسن من ذلك في إطار دولة واحدة كما وقع في جنوب إفريقيا أقول لكم اليوم لم أعد أؤمن بهذا أؤمن بشيء واحد وهو أنكم في النهاية ستفقدون قيادة فلسطين وقد تبقون معنا كما كنتم دائما إذا كنتم تريدون اليوم السلما حقيقيا فقوموا بانتخابات يشارك فيها الجميع ولا تخافوا من الأعداد الذي معه الصواب سوف ينتصر وإذا حكمكم المسلمون ستكونون بخير إن كنتم تريدون طبعا أنتم ستسخرون من كلامي ولكن أنا أقول لكم كلاما صادقا وأريد أن أضيف إليكم إن أكبر دليل على ما أقول لكم أنكم في الوقت الذي تعذبون فيه أسرانا وتجوعونهم وتسيئون إليهم أشد الإساءة في نفس الوقت حماس في ألفاقها في جوعها في مشاكلها في صعوبة تموينها بالماء والدواء وكل شيء تحسن إلى أسراكم وتحسن معاملتهم وليست الشهادة مني ولا من حماس ولا من الفلسطينيين من الرجال والنساء الذين تمكنتم من استرجاعهم في إطار مفاوضات حقيقية حيث لم تتمكنوا من استرجاع يعني أسير واحد بما تدعونه من قوة وإنكم لا تبالون بأسراكم وإنكم تتمنون أن يقتلوا تتمنون أن يقتل أسراكم حتى لا يبقى هناك حجة عند الآلاف من الأسر الإسرائيليين الذين يطالبون باسترجاعهم ولهذا فأقول لكم أنكم مع الأسف الشديد لستم في المستوى وستخرجون من فلسطين كما دخلتم إليها إلا من أراد أن يبقى مع المسلمين في التاريخ حميناكم وآويناكم ودافعنا عنكم في التاريخ تتكلمون عن المحرقة لسنا نحن الذين أحرقناكم الذي أحرقكم هي ألمانيا وهتلير إحنا شنوذرنا لكم والذي عذبكم والذي طردكم هي إسبانيا في إطار ما سموه يعني إعادة الاسترجاع الأراضي وهم لم يكنوا احترق من الإسبان والأندلوسيين الذين كانوا يعيشون مع المسلمين في سلام يوم أخرجوكم لم تجدوا مكان إلا المغرب والجزائر وتونس وليبيا ومصر وتركيا وهذه الدول وعيشتم معنا يعني هذه القرون كلها وقبل ذلك بل إن ملوكنا كانوا يضعون في بعض الأحيان بين أحيائكم الملاح المغاربة كانوا يضعون لليهود مكان خاصا بهم سبون الملاح الجميع يعرفوا هذا وبين القصور مداخل حتى إذا وقع احتكاك مع بعض المسلمين يعني تجدون مخبأا في قصور ملوكنا أين هذا من سلوككم أيها الهامج أيها المتوحشون أيها الظالمون أيها القتلى أيها المجرمون لا تقوم الحياة بالقوة وحدها لا تقوم الحياة إلا بالعدل وما دمتم لا تملكون العدل فإن انتصاراتكم ستبقى محدودة في الزمان وإنكم ستهزمون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر